اشتركوا في القناة في الولايات المتأرجحة اغلبها وحتى في ولايات مهمة جدا هو متقدم يعني بشكل كبير دانالد ترامب اذا كان على مستوى جورجيا او فلوريدا هل الموضوع انتهى في رأيك انا اعتقد ان الموضوع انتهى من قيمة عشرين دقيقة فقط بعد وصلنا معلومات ان فلوريدا اصبحت لترامب وايضا ساوس كارولينا وايضا ميشيغن ده تقدم ملحوظ كبير جدا في هذه الولايات توقعنا هذا في اجتماعنا اليوم الساعة ستة مساء في اورلاندو فلوريدا واضح جدا ان جو بايدن مش هينقع في هذه الانتخابات طيب ما هو يعني كيف لترامب ان يكتسح بهذا الشكل استطلعت رأي كانت تتحدث ويسكنسون ميشيغن يعني كانوا يتحدثون عن كورونا فيروس البطالة اكثر من 7% قارنوا مع الافلونزا الاسبانية يعني كيف لترامب ان يكتسح بهذه الطريقة برأيك ما هي عوامل النجاح التي اعتمد عليها ترامب هنا الشعب الامريكي في السنوات الاخيرة تبلور فكرته انه لابد انه يختار رئيس جمهورية ليس رجل سياسي بتركبته او رجل سياسي محترف الرئيس ترامب ليس رجل سياسي محترف زي جو بايدن وخلافه الرئيس ترامب عمره ما رشح نفسه في اي انتخابات رجل اعمال يعرف كلمة الاقتصاد وقوة الاقتصاد الرئيس ترامب في نظريته الخاصة هو ان الاقتصاد هو الذي يؤثر على السياسة وليس العكس الرئيس ترامب بيحتمقد اعتقاد كبير ان الشعب الامريكي لابد من هو يكون شعب عظيم مرة اخرى وكلمة عظمة لا تعني ان العظمة في القوة العسكرية او القوة السياسية ولكن هي في القوة الاقتصادية طبعا الكورونا كان لها تأثير سلبي مش بس في الولايات المتحدة في العالم باجمعو لو انت تبص على البلاد الاوروبية او البرازيل او ساوس ايست اشي او افريكا امريكا واجهت مشكلة الكورونا ولما نقول ان فيه بيطالة حاليا 19% عشان الكورونا هذا ليس من عمل ترامب على الاطلاق بالعكس ترامب في اربع سنوات الاخيرة عمل اشياء يسيرة جدا لم يكن الشعب الامريكي يحلموا بها اولا ان الانترستريت حوالي 2% ده عمرها ما حصلت في تاريخ الولايات المتحدة الانترستريت وصل تحت لحوالي 3.5% تمام الجي دي بي ارتفع بنسبة حوالي اكتر من 5.5% وكان يتجه الى 7% الدولار الامريكي وقوته الشرائية اصبحت 20% زيادة عن ما كان في اوبانا فالشعب الامريكي واضح في تفكيره ان مستر ترامب رجل كونتسيرفاتف رجل ليس ليبرال رجل بيهتمد على الرجال الاعمال الصغير لذلك السمول بيزنس في امريكا هو الباد بون بتاع الاقتصاد الامريكي الاقتصاد الامريكي ليس هو جينرال الكترك ولا جينرال موتورس على الاطلاق ولا هو مايكروسوفت ولا هو ابل كومبيوتر الاقتصاد الامريكي مبني على خمسة وسبب طيب يبدو لدينا انقطاع مع السيد اشلي انصارة في هذه اللحظات طبعا انقطاع من جانب السيد اشلي تحديدا اذا واضح انه الحزب الجمهوري والرجل هو عضو في الحزب الجمهوري واضح انه يتكلم ان الموضوع انتهى بالنسبة لهم هم عرفوا انه الموضوع انتهى من اولى الاجتماعات اذا يعود الينا السيد اشلي انصارة من جديد سيد اشلي الان يعني في سؤال اخير مع حضرتك الان بالنسبة للديمقراطيين لو كان شخص اخر غير جو بايدن يعني واضح قد يكون الاكتساح اليوم هو حتى اكبر مما حدث في عام 2016 امام هيلاري كلينتون لو كان بيرني ساندرز على سبيل المثال او اي شخص اخر من الديمقراطيين هل كانت النتيجة ان تكون متقاربة بشكل اكبر او فيها تحدي اكبر مما يحدث اليوم بصراحة تم هو جو بايدن لم يكن هو المشكلة ولا ساندرز لم يكن هو المشكلة الشعب الامريكي غير مستعد ان هو يتقبل سوشياليزم اشتراكية الشعب الامريكي مبني على الكابتاليزم كابتاليزم يعني ايه يعني الفرصة لأي انسان موجود في الولايات المتحدة انه يصل الى مستوى عالي جدا من النجاح طبعا بالكفاح والعلم وخلافه جو بايدن والسنه لم يكن هو سبب المشكلة ولكن سبب المشكلة ان هو الاتجاه بتاعهم الى السوشياليزم السوشياليزم يعني ايه السوشياليزم يعني انك انت بترفع الضرائب على الشعب الامريكي وهو كاذب هو كاذب وقال ان هيرفع التاكسز ده طبعا كلام كده الميدل كلاس في امريكا سوف تتأثر كثيرا جدا بتركيبة اجتماعية كما يقال في الولايات المتحدة سوف يتموا شيفت الماني فرم وان كلاس توانادر كلاس يعني بتحول الفلوس في كلاس معينة في الشعب الامريكي الى كلاس اخر والثالث حاجة الشعب الامريكي طير ان احنا عندنا في امريكا حوالي 40 مليون بني ادم عايشين عالة على بقية الشعب الامريكي بيأكل ببلاش بيأخد فودستامب وبيأخد أسستانس وبيأخد فري هيل ساكير من الميديكيد وهو مين اللي بيدفع هذا الكلام ما هو الشعب الامريكا هو اللي بيدفعه وبالتالي ترامب يعني يميل الى الاقتصاد الوطني القوي انما ميستر بايدن كان يميل الى الاقتصاد الليبرالي الذي يمد يده الى فئة كبيرة من الشعب 30% من الشعب اوزين يكونوا حالة طبعا الشعب الامريكي يدرك تماما ما الذي حصل في بريطانيا وما الذي حصل في فرنسا وما الذي حصل في دول اوروبية ودول لاتن امريكا السوشياليز ده عبارة عن مغبرة للديمقراطية والاقتصاد القاضي طيب سيد آشري جميل جدا لكن هناك سؤال اخر اود ان اسأله لك اذا سمحت يعني من وقتك ايضا طيب يعني نود ان نعرف انا تحت امرك اشكرك اشكرك اذا يعني نود ان نعرف ايضا مجلس النواب الان تقدم جيد للحزب الجمهوري في مجلس النواب الامريكي لكن هناك تساوي في مجلس الشيوخ حتى هذه اللحظات هل تعتقد ان الجمهوريين سيكتسحون في مجلس النواب وسيكتسحون ايضا في مجلس الشيوخ ام ان الامور ستكون متساوية في مجلس الشيوخ بحسب قراءتك على حسب رؤيتي للمجلس الشيوخ في الوقت الحالي يجوز الحزب الجمهوري يفقد مجلس الشيوخ للديمقراطي انما واضح وصرح جدا ان مجلس النواب سوف يرجع مرة اخرى الى الحزب الجمهوري طيب وماذا عن اريزونا اريزونا حتى هذه اللحظة بايدن متقدم بها وان كانت الكثير من الامور قد حسمت هل تعتقد ان اريزونا هي من الولايات التي ستنقلب فيما بعد كما حدث في اصحب الولايات والنفترض ان اريزونا تحولت الى موضوع اخر الى الحزب الديمقراطي هذا لن يؤثر في الموضوع شيء والولايات المهمة جدا واللي هم المينفورس وكما ذكرت سابقا في التعليق في بحطات التلفزيون اليوم من يكسب فلوريدا سوف يكسب الانتخابات ومن يخسر فلوريدا سوف يخسر الانتخابات لان فلوريدا هي العنصر الحاسب في هذا الموضوع ليست تيكساس وليست تليفورنيا ولاست نيويورك ولاست نيوي انجلند يعني مثلا احنا شوفنا جو بايدن كسب الانتخابات نعم في هذه اللحظات اريزونا هي داعش نقطة لن تغير شيئا لكن ايضا في نفس الوقت هناك ولايات مهمة نعود الان الى السيد اشلي انصارة سيد اشلي انصارة كنت يعني تتحدث عن الولايات تحديدا تفضل يعني انقطع الصوت حقيقة مع حضرتك تفضل واكمل حديثك يعني اعتقد ان السياسة الحزب الجمهوري نجحت وهو ان نربط المستقبل الحزب الجمهوري مع شباب الطبقة 30% الذين يمثلون المهاجرون الى الولايات المتحدة او المقامين في امريكا من اصل افريقيا ولذلك الشباب الصغير بتعلات امريكا في الولايات المتحدة الافريكا امريكا وايضا اليونج وومن الحزب الجمهوري يؤمن ان هؤلاء اليونج جينيريشن اللي هم من هؤلاء الطبقات لابد يكون لهم فرص كبيرة ومهمة احنا عاوزين نخلق مش بس ستيف جوب في ابل كومبيوتر عاوزين نخلق زيه الف واحد فازاي تخلق الف واحد ده ستيف جوب الوسيلة الوحدة انك انت تشكع وتنمو الشباب الصغير الذي ينتمي الى الطبقات التي هاجرت الى الولايات المتحدة من الهند من افريكا من ايجيبت من يوروب ان انت بتساعدهم لان ده هو الفيوتر والديموكرات بيحتمدوا على السينيور سيديزن وعلى البلو كولر اللي جوم من نيو انجلاند اريا ونيويورك اريا طبعا دولا ديموكرات يعني لما نجي نبص على بولاية فلوريدا بولاية فلوريدا واحد وعشرين مليون واحد منهم اتنين وعشرين في المية سينيور سيديزن معناها ان عمرهم اكتر من خمسة وخمسين سنة ومعظم الناس التي جاءت الى فلوريدا جوم من نيو انجلاند الغالبية منهم اكتر من سبتين في المية هما جوم من منطقة كلها ديموكراتس معظمها ديموكراتس وبالتالي الحزب الريبوبلكان بارتن بدأ يصل الى الرجال الاعمال الصغيرين ومتوسط الحجم وايضا الشباب الموجود في الجامعات ومراكز الابحاث ويرتبط بهم يعني انا القيت اقزر من محاضرة لشباب الجامعات ليرتبطوا بالحزب الكموري وده اللي فشل فيه الحزب الديموكراتي الحزب الديموكراتي بيعتمد على الاستوانة القديمة وهي نحن سوف نحمي البلو كولر اللي هما العمال اللي هما ليس مش من خارج الجامعات اللي هما يمثلوا الفئة الكبيرة جدا في الحج ولكن ليس في التأثير طيب برأيك يعني متى ممكن ان نشهد ترامب يظهر في كلمة انتصار هل بعد اعلان مثلا فلوريدا بشكل رسمي مع جورجيا مع ويسكنسون وفنسلفينيا سوف يظهر ساعة واحدة صباحا كمان ساعتين ونص تقريبا سوف يظهر على شاشة تليف الديموكرا طيب ممتاز جدا اذا كنت معنا عبر السكايب من فلوريدا عضو الحزب الجمهوري السيد اشلي انصارة شكرا جزيلا على حضورك ومداخلتك لهذا اليوم مشاهدينك كرام فعليا هناك تطورات موجودة نحاول ان نعرضها لكم الان على الشاشة في طبيعة الولايات وطبيعة الانتصار الذي ترامب هو مستمر فيه حاليا النتيجة بهذا الشكل ما عدا انه مين الان عادت الى الديمقراطيين وهي ولاية الديمقراطيين هي فعليا كانت في طبيعة الحال كانت بهذا الشكل بعض الاصوات اخذوها طبعا الجمهوريين لكن الان فعليا الوضع هي عادت الى الديمقراطيين والمثير بالموضوع انه ايدهو الان فاز بها دونالد ترامب كولاية الان باربع اصوات من المجمع الانتخابي ومونتانا عادة للتقدم من جديد بقد فقط اريزونا اللي هو الان متقدم بها دونالد ترامب ومتوقع ايضا ان تنقلب من جديد حتى وان فاز في اريزونا لذلك الوضع حتى اذا ما تحدثنا الان يعني واضح فعلا التقدم كبير بالنسبة لكاليفورنيا واريغن وكذلك واشنطن فاز بها طبعا بايدن وكما هو متوقع ليس هناك مفاجئ نهائيا المتغير الوحيد اللي صار عندنا حتى هذه اللحظة هي اريزونا بهذه النتيجة واضحة يعني اذا انتهت على هذا الحال بهذا الشكل واضح ان دونالد ترامب فائز بشكل كبير جدا بنسبة 200 طبعا بحصول على 288 نقطة من المجمع الانتخابي ايوا ستعود الى الجمهوريين او لم تعود يعني حقيقة نظل ننتظر واضح الحزب الجمهوري الان من ديح شويان الان يعني والسيد اشلي انصارة واضحة يقولك انتصار هائل جدا بالنسبة لدونالد ترامب وكان متوقعا هذا الانتصار بالنسبة لهم على عكس تماما العكس تماما من كل استطلاعات الرأي السي ان ان الواشنطن بوست السي بي اس ال اي بي سي نيوز كلها نيويورك تايمز كلها حقيقة اليوم يعني عند بداية عرضنا الها كل التوقعات تتحدث عن بايدن وانه شلون ترامب رح يعاني وبدأنا ننظر الى العديد من هذه الولايات فعليا حتى نكون واضحين فلوريدا على وشك ان تعلن انتصار دونالد ترامب على وشك الموضوع لم ينتهي لازاري ترامب الان متقدم بنسبة 51% تقريبا بالنسبة لفلوريدا او اكثر قليلا جورجيا كذلك تقدم جيد جدا لدونالد ترامب تقدم متقارب في نورث كارولاينا لكن لا زال التقدم ثابت ومستقر الاصوات تعاد وتعاد وتعاد نتحدث عن مئات الالاف من الاصوات النتيجة فعليا حتى هذه اللحظة مميزة بالنسبة لدونالد ترامب نتيجة عالية تعتبر وبالتالي الان يعني الوضع مستقر حقيقة ليس هناك احداثيات جديدة عدى نيفادا نيفادا يعني مواضحة حاليا إذا هي راح تروح إلى الديمقراطيين أو إلى الجمهوريين لكن هي عادة هي احدى الولايات الديمقراطية ومن المفترض أن تكون ديمقراطية لكنها لن تغير شيئا التغيرات والمتغيرات لازم تصير مفاجآت مثل ما قلنا مشيقين الآن خلص يعني أصبحت رسميا هي تابعة الآن إلى الجمهوريين واضح يعني الآن عضو حزب الجمهورية تحدث معنا قال خلص مشيقين انتهت فلوريدا انتهت ومن يفوز بفلوريدا انتهت الانتخابات لمصلحته حتى بايدن يعني يعني لو أخذ فلوريدا في ذلك وحدث السيناريو الصعب لدونالد ترامب مع كل التقارب لو ما أخذها لفلوريدا كان الوضع كله تغير كان انقلاب كبير جدا وبايدن أصبح هو رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ولكننا نتحدث الآن أن شون بايدن صعب المهمة وفاز بالانتخابات الأمريكية لكن الآن حتى هذه اللحظة طبعا فلوريدا متقدم بها ترامب وأعلن الفريق الانتصار فريق دونالد ترامب الانتخابي منعه فحنا حقيقة الإعلان الرسمي مصار لكن فريق ترامب هو اللي أعلن هذا الانتصار حتى نكون واضحين لكن هل التقدم مستمر التقدم مستمر فلذلك هذه هي النتيجة الحالية اللي موجودة 288 صوت إذا ما اعتبرنا أنه كل الولايات انتهت بالشكل اللي متقدم به ترامب في مواجهة طبعا 250 صوت وطبعا الآن خلينا نشوف هذه المادة ونشوف كم من الأصوات حصل بايدن وحصل أو عفوا كم حصل ترامب بالنسبة لعدد الولايات اللي هو فاز بها في هذه اللحظات خلونا نشوف هذه الأحصائيات موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 بايدن في هذه اللحظات تكسس هي طبعا وإن كانت جمهورية وإن كانت صعبة اشتركوا في القناة 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 هذه اللحظة اشتركوا في القناة شكرا